إيران نقلت أسلحة يعتقد بأنها متطورة باتجاه جبهات المتقدمة على إسرائيل والشكوك والشبهات حول هذا الأمر دارت مساء يوم أمس بعد تحرك مريب قادم من سفينة الشحنة الإيرانية شيبة المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بشحنها ونقلها للأسلحة الإيرانية من إيران إلى الفصائل المسلحة وهذه السفينة كانت في حقيقة الأمر قادمة من إيران مباشرة إلى قناة السويس متجهة طبعا إلى البحر المتوسط وهذا هو التسجيل الخاص بهذه السفينة كما نلاحظ هي متجهة إلى قناة السويس ومن المفترض أن تصل في التاسع من أغسطس كما نلاحظ هنا أي نهاية الأسبوع الماضي المشكلة هنا أن هذه السفينة دخلت وعبرت قناة السويس باتجاه البحر المتوسط وبدأت تصل إلى قبرص لكن المشكلة لم تقم هذه السفينة بتحديث بياناتها استمر الوضع على ما هو عليه بأنها متجهة إلى قناة السويس ولذلك الأنظار بدأت تتجه لهذه السفينة وجذبت الكثير من الأنظار إلى أين تتجه الآن وهذه السفينة في نهاية المطاف وصلت إلى اللاذقية ولاحظ التسجيل الخاص بالسفينة مستمر بأنها متجهة باتجاه قناة السويس وبعد ذلك غادرت السفينة بسرعة اللاذقية كما نلاحظ وهذا هو الذي جذب الكثير من الانتباه والكلام من العديد من الخبراء حول طبيعة هذه السفينة بأنها محتمل جدا قامت بنقل أسلحة قد تكون متقدمة ومتطورة في ظل تصعيد كبير يجري في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وكذلك بين إسرائيل وحتى إنتل تايمز قد وضح بأننا محتمل جدا أمام النقل كبير للأسلحة كذلك أن طائرات الاستخبار الإلكتروني من السرب 122 نتحدث عن النحشون أورون كما تلاحظون هنا وحتى النحشون شابت كان هناك تحليقا مكثفا مساء يوم أمس عند وصول هذه السفينة إلى اللاذقية تحديدا تلاحظ هي كانت تحلق واحدة من الطائرات من النحشون أورون بهذا الشكل باتجاه سوريا وباتجاه لبنان وباتجاه كذلك سوريا والسواحل السورية على البحر المتوسط لاحظ كيف أنها تحلق هنا في البحر المتوسط أي يعني إذا ما أخذنا صورة أبعد ستلاحظ أن هذا التحليق هو من أجل مراقبة كل هذه المناطق الساحلية باتجاه اللاذقية وهذا يعني أنهم يراقبون أيضا الجنوب اللبناني في سوريا هذه هي دمشق الكل كانت هذه الطائرة تقوم بجمع المعلومات عنهم لكن واضح أن هناك مراقبة لما تقوم هذه السفينة بنقله مباشرة إلى اللاذقية وهذا الأمر تم من قبل الجانب الإيراني بتوقيت مثير ومهم للغاية يوم أمس الكل كان يتحدث عن أن إيران ستنفذ هجومها الانتقامي من إسرائيل وطبعا أن حزب الله اللبناني الفصائل الموجودة في المنطقة جماعة الحوثي كل هذه الأطراف أدخلت المنطقة بإنذار والكل كان يتوقع أن يكون هناك هجوما ولكن تحت غطاء الهجوم والتهديد ومع تركيز الجميع على ما يجل في إيران وفي جنوب لبنان وحزب الله اللبناني هذه السفينة كانت قد وصلت إلى قبرص ونقلت هذه الشحنة التي يعتقد بشكل كبير بأنها شحنة للأسلحة وعادة عند وصول الأسلحة أو الشحنات الإيرانية باتجاه هذه المنطقة هي تتجه باتجاه لبنان على سبيل المثال إلى حزب الله اللبناني ليستخدمها في نهاية المطاف ضد إسرائيل أو تنقل على سبيل المثال إلى أي مخازن أو أي نقاط في الداخل السوري حتى ينتهزون فرصة معينة تحت غطاء معين لتنقل إلى لبنان ومن ثم تستخدم في نهاية المطاف باتجاه إسرائيل أو تنقل للفصائل الموجودة هنا كذلك على الجبهات أو على جبهة مرتفعات الجولان أيضا لتستخدم على إسرائيل بالتالي هذه السفينة والتحرك من قبل إيران بهذا الشكل في أكثر من مناسبة هي تقوم بهذه العمليات وهذا النقل بهذه الطريقة التي نتحدث عنها هو يأتي بسبب أيضا أن الطريق البري الذي يأتي من إيران إلى العراق إلى سوريا هو تحت النار وتحت الضغط الحدود العراقية السورية تحديدا في الداخل السوري هناك الكثير من النار والاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية وكذلك الفصائل المسلحة المقربة من إيران في استهدافاتها للقوات الأمريكية المنطقة أيضا مراقبة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أي شيء يعبر من هذه المنطقة دائما هو هدف وكذلك قبل خمسة أيام كانت هناك طائرة شحن إيرانية كانت قد دخلت الأجواء العراقية ومن ثم إلى السورية وكانت قد أغلقت جميع أجهزة التعقب الخاصة بها أنها كانت بمعنى آخر أنها مختفية من رادارات الفلايت ريدر 24 حتى فجأة ظهرت على الفلايت ريدر 24 وهي فوق قاعدة حميميم القاعدة التي تتواجد فيها القوات الروسية في قلق كبير من قبل الجانب الإسرائيلي بأن الآن روسيا تلعب دورا في التخطي على نقل الأسلحة الإيرانية لتكون هناك حصانة لإيران لإرسال الأسلحة لأن إسرائيل غير قادرة على ضرب قاعدة روسيا نتحدث أو قاعدة روسية لأننا نتحدث عن روسيا هنا وبالتالي على هذا الأساس وصلت فعلا هذه الطائرة التي يعتقد بشكل كبير أيضا بأنها نقلت أسلحة قبل خمسة أيام من أجل نقلها للمنطقة وإلى الجبهات المتقدمة باتجاه إسرائيل لكن بعد وصول هذه الطائرة التي ظهرت بهذا الشكل على الفلايت ريدر كما تلاحظون هذه الطائرة وهذا هو التسجيل الخاص بها وهي من طائرات اليوجين بعد ساعات كانت هناك ضربة إسرائيلية الجمعة الماضية بهذه الطريقة ضربت مخازن في منطقة أو مطار الشعيرات كما تلاحظون وتلاحظ المخازن عندما تضرب أو تتفجر تلاحظ بأننا أمام أسلحة تنفجر وحيدة تلو الأخرى هذه هي كلها طبعا مؤشرات واضحة لمخازن الأسلحة والنقطة التي كانت قد استهدفت تأتي إلى جنوب من مطار الشعيرات دعونا نتجه إلى مطار الشعيرات الذي يعتبر واحدة من النقاط أيضا القريبة من الحدود مع لبنان هذه الشعيرات إلى جنوبها على مسافة 6 كيلومترات هذه هي المخازن التي كانت هدفا لهذه الضربات لاحظ من صورة محدثة من القمر الصناعي هنا قبل وهنا بعد هناك تغير ببعض النقاط السوداء هي التي توضح نقاط الضربات هذا المخزن الأول الثاني الثالث الرابع وهذا هو الخامس أي بصورة أوضح بالقمر الصناعي إذا ما حاولنا أن نقترب بالقمر الصناعي على هذه المخازن ستلاحظ بأنها منعزلة منفصلة عن بعضها البعض في مؤشر واضح لهذه المخازن التي ضربت كما هو واضح هذا الأول وهذه ثلاثة مخازن والمخزن الأخير هناك طبعا كل واحدة بعيدة عن الأخرى يوضح بأننا أمام أسلحة ليست بالعادية هي التي موجودة في هذه المنطقة والمشكلة إيران تبقي التوتر عاليا وكل ليلة تعتبر خطيرة مؤشرات الهجوم الإيراني لا زالت حاضرة رغم كل التأخير الحاضر والذي نراه من قبل إيران على سبيل المثال بريطانيا وضعت خطة الآن لإجلاء المواطنين البريطانيين من إسرائيل في حال جاء الهجوم الإيراني وكان هناك ردا إسرائيليا ووصلنا إلى حرب إقليمية كذلك أيضا في نفس الوقت أن الإسرائيل ريدار أكدت أن إسرائيل وضعت خطة طوارئ بأنه إذا بدأ الهجوم الإيراني والهجوم قادم أيضا من حزب الله اللبناني تعتقد إسرائيل أنه سيطال وهذا الهجوم سيطال مطار بنغوريان لذلك يخططون لإغلاق هذا المطار ونقل وتنفيذ الرحلات في مطار مختلف إلى جنوب إسرائيل ألا وهو مطار رامون بالقرب من إيلات الساحلية خاصة وأنهم قضوا على الكثير من قدرات حماس في الصواريخ البعيدة المدى التي من الممكن أن تصل لهذا المطار الذي توسع بشكل كبير من قبل إسرائيل وقادر على تنفيذ مثل هذه الرحلات التي يتحملها أو ينفذها مطار بنغوريان في نهاية المطاف وهذه القضية ولا بد أن ننتبه إلى أن إيران من الممكن أن تنفذ الهجوم في أي وقت وأن حركة الطيران المدنية على الأجواء لا تعني بأن الهجوم مؤجل أو لن يكون هناك هجوما على سبيل المثال إذا ما أخذنا الثارث عشر من أبريل عملية الوعدة الصادق عندما هاجمت إيران للمرة الأولى على الإطلاق العمق الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيرة كان الهجوم قد تم في الساعة الحادي عشر مساء ولاحظ في الساعة الحادي عشر مساء تلاحظ أن الطائرات المدنية لا زالت تحلق بشكل طبيعي فوق الأجواء العراقية وكذلك فوق الأجواء الإيرانية وبعد ذلك بساعة كاملة كانت الطائرات لا زالت تحلق من دون أي مشاكل في هذه اللحظات كانت الطائرات المسيرة الإيرانية تدخل الأجواء العراقية وبدأت العلانات بأن هناك هجوما إيراني وغيرها باتجاه هذه المنطقة وبعد ساعة ونصف من هذه اللحظة أو هذه الساعة التي نتحدث عنها كان هناك إخلاء للأجواء وبدأ الهجوم الإيراني يظهر أمام الجميع بأن الهجوم فعلا يحدث وبالتالي قبل ساعتين ونصف من أخلاء هذه الأجواء كان الهجوم قد بدأ من قبل الجانب الإيراني بالتالي مسألة حركة الطيران في الجو لن تعني شيء وليس بالضرورة أن يكون هناك إخلاء للأجواء بالكامل كي نرى هذا الهجوم الإيراني والدليل ما جرى في الثالث عشر من أبريل وهذه مسألة مهمة لا بد من الانتباه لها لكن إسرائيل المشكلة هنا وجهت رسالة خطيرة لإيران الرسالة وجهتها في حقيقة الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وأبلغت الجميع بأنها إن استهدفت أو كان هناك هجوما إيرانيا مباشر على إسرائيل فإن إسرائيل ستضرب الأراضي الإيرانية وهذا يعني قد نكون أمام حرب إقليمية كبيرة للغاية وهذا هو الذي جعل رئيس الوزراء البريطاني وكذلك المستشار الألماني أن يتحدثوا وأن يتصلوا بالرئيس الإيراني في الأربع وعشرين ساعة الماضية يطالبون إيران بالابتعاد عن الهجوم وحاولت عدم القيام بالهجوم لأن الأمور ممكن أن تشتعل بشكل كبير في المنطقة بشكل عام وفعلا يبدو بأن إيران بدأت تناقش هذه المسألة كما تحدثت الواشطن بوست الأمريكية يوم أمس والتي ذكرت بأن إيران الآن دخلت في مناقشات هي تناقش مسألة الهجوم مع من؟ مع حزب الله اللبناني وكذلك أيضا تناقش هذه المسألة مع جماعة الحوثي والفصائل الأخرى وقالت لهم بحسب التفاصيل التي نشرت من الواشطن بوست بأن علينا أن نهاجم وأن ننتقم ولكن يجب أن لا يكون هذا الهجوم واسع عن نطاق لأن هذا ممكن أن يستغل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل في نهاية المطاف في استهداف المفاعلات النووية الإيرانية وتدميرها بالكامل وهنا إيران لن يكون هناك سببا للولايات المتحدة أو غيرها من الدول من التعامل مع إيران أو إعطاء قوة للإيرانيين في نهاية المطاف أو أي اعتبار مستقبلي وتبقى إيران محاصرة وبالتالي سينتهي وسيذهب الردع النووي الذي تتمتع به إيران رغم أنها لم تصل للقنبلة النووية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها وكذلك أن المظلة النووية للفصائل العراقية الفصائل في سوريا حزب الله اللبناني أو حتى جماعة الحوثي لن تكون حاضرة وبالتالي شيئا فشيئا الوضع الإيراني والنفوذ الإيراني سيتغير في المنطقة بالتالي هي تطالب الفصائل المسلحة وحزب الله اللبناني بأن علينا أن نرد لكن الرد يجب أن يكون مدروسا إلى درجة لا يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة لكن مع ذلك ومع هذه التفاصيل نحن نتحدث عن أسلحة تصل إلى اللاذقية مثلها مثل الكثير من الأسلحة التي دخلت إلى سوريا والمرشحة لدخول إلى لبنان لتستخدم ضد إسرائيل اشتركوا في القناة